إذن ما الجديد الذي نتج عن مراجعة الـ MSCI الربعية الأخيرة ويبدو بأن هناك ستة أسهم خليجية تم إضافتها وبعضها تم ترقيته إن كنا نرثد هذه التفاصيل بداية للأصول المرتبطة بجميع مؤشرات الـ MSCI هناك قرابة 1370 صندوق ETF وبالتالي القيمة عند الـ 14.9 مليار دولار لكن التفاصيل المتعلقة بالأسهم التي تم ترقيتها نرصد بداية من السوق السعودي وسهم تكافل الراجح الذي تم إضافته للمؤشر القياسي العالمي عند عمل على ترقية الأسهم هذه ينظر إلى عدة بنود رئيسية لعدد الأسهم المدارة وملكية الأجانب هنا نلاحظ أيضا لدينا إضافة سهمين من السوق السعودي لشركات الصغيرة نتحدث عن المطاحن الحديثة بالإضافة لسينومي هذه المرة والتي تبلغ ملكية الأجانب الحالية أكثر من 9% فيما في المطاحن بواحد ونصف النقطة المئوية ننتقل أيضا في باقي الأسواق وهنا في الأسواق الإماراتية في سوق أبوظبي سهم أدنك للحفر تم إضافته للمؤشر القياسي العالمي هذا السهم لاحظنا عليه ارتفاعات منذ بداية العام بأكثر من 22% لاحظوا ملكية الأجانب عند 11.8% وبالتالي هذا ما يعزز أيضا بالنسبة لدور الشركة توسعاتها وملائتها المالية وأعمالها أيضا MSI أيضا قمت برصد فيما يتعلق بمراجعتها لسهمين رئيسيين إن كنا نتحدث عن سبينيس وباركين هذه الأسهم جديدة كانت وافدة للأسواق الإماراتية في سوق دبي وبالتالي ملكية الأجانب في سبينيس أكثر من 11% فيما في باركين عند 6.7% انتقالا إلى أيضا للتحركات التي شهدناها على الشركات القطرية ويبدو بأن هناك خروج لسهم المستثمرين القطريين من مؤشر الشركات الصغيرة وهذا السهم الذي كان يحقق أيضا تراجعات منذ مطلع هذا العام بأكثر من 9% خلال هذه الفترة إذن كانت هذه التفاصيل المتعلقة بالمراجعة الأمسياء للأسهم الخليجية لكن موعد تطبيق هذه المراجعة يكون بنهاية جلسة تداولات يوم الثلاثين من أغسطس خلال عام 2024